لكل من قلق في هذه الليلة فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان والحمد لله والشكر أنا هو من يعمل معي بألف خير أن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق وأن الصواليش الجبانة والطائرات مسارة جبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل عراقي أدعى الجميع الحوار الهادئ والبناء من أجل عراق ومستقبل عراق عاشر عراق عاشر